لا وانا هابقى شاطر انا قريدي كنت داخل في مواقمات المواضيع دي مش تتحلل لها بالمواقمة طبعا اتفقت معها الطويلة راجل محترم جدا وكبرني جدا في الاتفاق ووصلنا لصيخة اتفاق بردية جدا طبعا انا مشيت المحامي دي يجي وكرميله كنا منتفاوض ووصلنا لحلول في رشوات انهيت الاتفاق معاه طبعا انا مشيت يعني ده انا تاني يوم مشيت حدث مشده بين اللاعبين ما فيش كبير في النادي تخنوهم مع بعض ضرب والعجوزة اوقفهم لأ ثواني لعبت النادي الاسماعيلي تخنوهم مع بعض بالضرب بعد ما انت مشيت اختبارات الناشئين مش بعد ما انا مشيت ما هو ما فيش كبير مش بقول ان انا اللي كنت رابط فسأت لو ابو بكر ومشار طهر والمجلس كله كان عامل ادوار انا بتكلم ايه ما فيش فوق في قطة مجلس الادارة حد بوجود رغم اننا روحنا برضو ماتش اسواد وحطينا مكافئة المباراة كاش في قطة اللبس لكن برضو اللعيبة مش حاسة ان فيه كبير في النادي واحدة واحدة انا لقتي تاني انا بس عشان اسألك السؤال ما عليش انا انا متدايق لا بالعكس ده انا تلقتي كل الكلام ده حقك علي لا بالعكس ده حقيقة قدام جميع النادي الاسماعيلي ولازم تعرفها عشان بس ايه جمهور النادي الاسماعيلي واحنا اللي بنشتغل في الاعلام كل الناس بتشوف انه الاسماعيلي عداد الاسماعيلي فده المجلس والمجلس مش كل المجلس يعني مش كل المجلس يعني استثني الموانس ابراهيم عصمان ويعتب عليه عدم سماع كلامي في قضية نجوم المستقبل والحل اللي ودي من البداية واصدار المبلغ اللي خده من الزمالك ودفع خمسين في المية لان احد المحاميين اللي في النادي قال له ان شيحة صاحب بصلحة وخلى الموانس ابراهيم كمل في القضية واخد تقريبا اتعبته من مئة الف جنيه يعني المحامي دي مهنة سامية ومن افضل المهن لكن هو المحامي عاوز ايه عاوز مشكلة ما تتحلش عشان يكمل في الشغلانة لا وطبقية الحالة المحامي بيفكر في مصلحة الطرف بتاعه يعني هو اقصد ايه يعني انا وانت تصالحنا المحامي ليه دور فكل ما فيه نزاع المحامي ايه ليه دور لتقول لي بقى مصلحة النادي الاسماعيلي ونفس الشخص دوت هو محامي عبد الرحمن مجدي ومحامي النادي الاسماعيلي يعني يروح جايب محامي من عنده من المكتب كريم رمزي هو محامي من مكتب محمد شيح يوكله عان عبد الرحمن مجدي ما تهم وهو وكيل النادي الاسماعيلي انا مش عارف الناس دي بيدخل فلوس على بيوتها ازاي افتعي